السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل فطاير اللذيذة دي فطاير الشوكولاتة هشة كده وطرية ولذيذة جدا جدا في عشر دقيق بس هتبقى محضرها من غير اختمار ومن غير اي واجع قلب وبتبقى مستوية خالص دايما انت شايفة كده وتتحضر من غير فرن عشر دقيق و هتبقى جاهزة ان شاء الله تعالي بقى اقولك الماء دي في طريقة التحضير بس الاول اعمالي لايك و اعمالي اشتراك و فعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هنضيف كوباتين من الدقيق بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من الخميرة الفورية و حوالي ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر البيكنج بودر وبعد كده هنضيف معلقة و نصف صغيرة من السكر و رشا من الملح هنقلب مكونات الجفة دي مع بعضها وبعد كده هنضيف معلقتين كبار من الزيت ونبتدى نعجم بمية دافية يعني مية دافية نضفها بشكل تدريجي شوية بشوية لغاية ما تتجمع عندنا عجين هنقلب المكونات كده مع بعضها وزي ما قلت لك المية دافية نضفها بشكل تدريجي علشان بتختلف من نوع دي لنوع تاني ونبتدى نعجنها حوالي دائتين ثلاثة مش كتير يعني دائتين ثلاثة بس وقت اجهزة عندنا كده عشان تبقى العجينة لينة بنحط جنبنا دقيق علشان ما تلزقش في ايدنا ودهينا كلما تحسين انها ممكن تلزق في ايدك حطي السنة كده وكملي عجل هنسببها عشر دقيق او ربع ساعة ونرجعتين هنبتدى بقى نعملها كور صغيرة بالشكل ده وبعد ما نكورها كور كده على قد الفطير اللي احنا حابين ان احنا نعملها نركنها عشر دقيق كمان بس نغطيها قبل ما نركنها ناخد بالنا نلعجينة ما تتسبش مركونة مكشوفة علشان الشاب ينشف من فوق دي بس القطعة كده كانت تلعت كبيرة شوية فصغرتها بكيس بقى كده وهنغطيها وعشر دقيق كده ونبتدى نشتغل عليها اه شغلنا عليها سهل خالص هنبتدى نفردها بالشكل ده وزي ما قلتلك كدهي بيساعدنا انها ما تلزقش في ايدنا وتضيقنا هنحشيها بقى حشوة الشوكولاتة الشوكولاتة دي شوكولاتة منزلية انا اللي محضروها اللي هي شوكولاتة للحشو هنلاحظ انها كده شكل الشوكولاتة اللي دايما تبقى موجودة في الكروسان او البتيل اللي بنجيبه من افرام لو عايزة طريقة الشوكولاتة دي هتبقى لك في صندوق الوصف طريقة اقتصادية وسهلة من الكاكاو كده مش مضفلها شوكولاتة اصلا يعني هنبتدى بقى نشتغل على كل القطعة بنفس الطريقة والقطعة اللي احنا نعملها هنرسطها جنب بعضها كده على اي حاجة على اي قطعة قماش عشان ما تلزقش ونعمل كل الكمية اللي موجودة معنا طريقة حدرقة سهلة جدا جدا وعايزة اقول لك ان العجينة دي بتطلع هشة ولذيزة جدا معيك وتستوي بسرعة رغم ان احنا مش نحطها في فرن ولا حاجة هنعملها في المقلة اللي لسي بقى يعمل لايك يلا بقى اعبلي لايك بعد ما نخلص كل الكمية هنروح بها نحط تسعى على النار ونجاد اهنا من الزيت ونبتدى نسوي القطعة بتاعتنا يفضل يعني ان احنا نبدأ التسوية بالقطعة اللي احنا عملناها الاول نحطها هنهدي النار خالص ونغطيها ونسيبها بقى تستمي اول ما تتعمل من تحت بنقلبها على الناحية التانية هنشتغل على كل القطعة بنفس الطريقة اللي تتعمل بنقلبها على الناحية التانية بالشكل ده وانا خبارنا بقى ان احنا نبقى نفض الدقيل اللي عليها ولو طلعتها ولقيت عليها شوية ده كده ممكن فرشة فيها دهنة بسيطة جدا من الزيت ونعملها بها كده اول ما تطلع من على النار عشان نشيل الده ده من عليها بس بعد ما تستوية اشتغل على كل الكمية بنفس الطريقة ودهيبها الشكل النائل هي لذيذة وهشة ومستوي كويس جدا زي ما وردتك في اول فيديو من الفيديوين اللي اعجبكم يلا لايك واشتراك وشير والسلام عليكم ورحمة الله